لقي عشرون شخصاً مصرعهم في مصر بسبب سوء أحوال التقس وسقوط أمطار غزيرة على مختلف أنحاء البلاد بحسب ما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان الجمعة وقال مدبولي في البيانة الذي نشرته رئاسة الوزراء على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إن مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ ما يقرب من 35 أو 40 عاماً وكلف مدبولي مسؤولي المحافظات بمنح السبت إجازة للمدارس والجامعات حتى تستطيع الأجهزة المعنية التعامل مع آثار وتداعيات الأمطار الغزيرة والخميس ضربت مصر موجة تقس غير مستقرة شملت عواصف شديدة محملة بالأتربة وسقوط أمطار غزيرة ما دع الحكومة إلى تعطيل العمل والدراسة في ذلك اليوم